قناتنا مفتوحة للناس طيب نحن ناس بنجيب بكتبنا أفتح لنا الإزاعة عشان يا قفلت يا مشات عديدة على التوحيد والذي نفسي بيده لكننا شغالين ضلال في الأمة وإفساد لعقائد المسلمين يلعب بالدين يلعب بالعقيدة يلعب بالإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ربنا قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين داريني سأووا شنوه ربنا قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم للتوحيد إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ما إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين مشان العباسية الأرض عن فات حامد بابكر قال لهم يا ناس دارين الوهابية مننا إنه نعبد الله براو كده بس ما في أي وصفة يا ناس الكلام ده أبو لهب قالوا أبو جهل قال الكلام ده قال دارينينا نعبد الله براو ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يؤبدون ربنا سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا أن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الليلة تعالى شوف الكتب تعتصوا فيها أي حاجة حدقت ربنا سبحانه وتعالى أدوا للأولياء بتعينهم وده حدقت طرق كل كل طرق كده رفتها تمشي الطريق القادرية إلا تبعين لهم ناس كتر صادقاب وما عرف لك مين آه بيجاي والبدر وما عرف لك بتعين مين ومين كلهم تبعين للقادرين كتاب بيعوا في الدارة السودانية للكتب فيمتة هنا بيجاي جمى غبر الأتراك شرق الطوالي تشتري الكتاب بسبعة ألاف أو عشر ألف فيمتة يبعون لك كفر بالله يطلعك كافر بثلاثة شرطان والذي لا إله إله فيمتة إيه يقول لي؟ قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الوراء ذا الشيخ بتكلم عن نفسه وربنا قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ما تزكي نفسك فيمتة؟ إلا إذا جاءت آية وحديث تزكيك معلاش؟ ده قال وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوته وربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال لا 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 نار إبراهيم دي طفنا نحن زي ما قالوا الختمية قال نار الخليل طفت من سر طفلتنا يا زل انت خشمك ده فنطاس بتعم طافي قال طفنا لإبراهيم عليه السلام وكذاب ما تقدر ما تقدر طفنا لإبراهيم ربنا سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال وكنت مع راعي الذبيح في داءه وما نزل الكبشان إلا بفتوته يعني ربنا سبحانه وتعالى استفتع الشيخ الطريق القادرية قال له إبراهيم ابتلناه بذبح ابن إسماعيل وما عارفين نعمل له شنو ده لازم منه اتهام رب العز والجلال بالجلال وهذا من الكفر الأكبر الذي ما قال بي أحد من الخلق فيمته إلا من اليحوط ولذلك يوافل في كلامه يقول وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدته أنا كنت مع إدريسة لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوسة أحسن جنتي أنا كنت مع داودة قال أنا كنت مع إيسا وفي المهد ناطقا وعطيت داودا حلاوة نغمتي أنا الذاكر المذكور في كل مضمر أنا العاشق المعشوق في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتلئذن كي ما تعرفون حقيقتي قال غلاسي متواضع أنا الله لكن متواضع الكتاب بيعوهن في الدارة السودانية للكتب في إمتى تبشر الكتاب طبقات الشعراني المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار تأليف المواهب عبدالوهاب الشعراني قال عن شيخ اسم محمد الحضري قال يوم سأل الخطبة قالوا تعال اخطب لنا يوم الجمعة قال فصعد المنبر وقال بسم الله والحمد لله أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام ده محمد الحضري مدح البرأي قالوا سيد الشعراني الناشر لعلم الله ده ناشر للكفر والزندق والضلال ده يقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس وبعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ده ما كافر في إمتى كتاب بيعوهن في الدار السودانية للكتب أكبر دار لطباعة ونشر الكتاب العربي في العالم الإسامي تفعل الدار وعلى جاب الكتاب من مصر وتفعل الطبعه والجلده وشال في ظهره في إمتى ده كمان كفر بالله سبحانه وتعالى يقول لك يقول لك الشيخ الشيخ بيخلق مع الله سبحانه وتعالى دي عغاية الطرق كلها ولذلك محمد منتصر بيجيبه في الستوديو يقول له غرفة مكيفة والكاميرا جدامه كويس وبتصلوا عليه ناشر يقول له ما الرغم ده رفعه والرغم ده ما ترفعه يكون تبعي يقول ليه أقول الشيخ محمد اللي زاري رأيك شنو في منادات الأولياء يقول لك لا ما في حاجة عادي تقول مدد ونظره آه ما في حاجة وربنا قال يوم يقول المنافق ده دليل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نتبس من نوركم ده دليل آه تستدل بكلام المنافقين وربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في مدى يستدل بكلام المنافقين في الاستودي انت الجاو قاعد يحلل الشرك والبدع والضلالات وأبوك الشيخ بيديك جنة وأبو مرتك تبدي على الشيخ يبريك ليه يا ظلواي أهام المرتدي ما أنا قلت لك دائرة شمبر عشان الشيخ يبريك ليه انت مهوم في مخط وإنت لو بليل إنت لو بجيت مشرك بليل أمشي يوديه على الشيخ وأما أطلع عليك بها تستا يردي عليك مطفشة ترنبا وعلى كافك أنا مالو مالك وهلا يجد تقعد تباري شيخ تقعد تباري الأولي يبتعيننا الدال والإدارة ليه ببعض عيد الأمة في مدى وأصلوا الكلام ده في كتبه الكلام ده بينشر وجوه لكن لما نجي نقول لها دارين منعظر بيحر حمد ده بكر ما شانالو في العباسية ببطع من يوم رأبع تلعين ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قبل يوم قال دائر مناظرة لما نعرفنا انه جينا في امتا ووصلنا البلد عن مقدار زوق قال يا اخوانا طبعا الناس دين زاغوا مننا اخونا واتبا كان قاعد في امتا دي الغواطة الخاصة في امتا دينا ال CIF في امتا وكالة الاستخبارات السلفية طوالي قام له فوت قال له انت مش قلت ان احنا هربنا اي هذا لن احنا قال له دارين معات مناظرة داك بيقى يجيب حامد بابكر بيقى يجيب مالك انت مش قلت دائر معانا مناظرة ما تنويس قال اي دائر قال له في شنو قال له في الشريكة نشرطه قال محرش الدراويش طردوا اخوانا قلنا له صلاة العصر جاينك صلاة العصر عملوا لهم تمثيلية وقالوا يا اخوانا ما تسمعوا للناز دين ما لا خايفين شريعني ما قلت دل شباب صغار واغماره عجاره كذا ما تجيب انت مالك احنا شعرين سيطان فيمتك ولذلك يا صوفية مشكلتكم بيانا احنا معانا ما بتتحلى لغاية ما تخلوا الشريك بالله قد كان لكم اسوة حسرة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تدعون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَدَى أَبَدًا حتى تؤمنوا بالله واحدة والله لو بيقيت ابوي ولا لو بيقيت حبابتي انا مشكلتي معاك جائمة مش عغاية الجائمة عغيض الصلاة الفاتح انها تعدل القرآن التجانية انما عغيض الصلاة الفاتح تعدل القرآن ستة الف مرة تعدل كلام الرب العزة وربنا يقول ومن احسن من الله حديثا ومن احسن من الله قيل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيه انتا بعد ذات ايه ها ينشروا في الشرك وزول يتكلم فيه وما فا لما نحنا نجي نتكلم ناس عندهم مرحة بعيد قولك ما دي تكلم فيه دين لذلك شاد عغيض تلمه عقائد فترانة جدا الشيخ يقول لك الشيخ حصل الدرجة الكونية وانه يقول لشيء يكون فيقول والكلام دا ما في الكتب في قناة النيل الازرق في برنامج اسمه حلن البريق جبهاج مجرم يقدم هذا البرنامج فهمتا امشى افتح بلاغ ذاته الجبهاج دا جاب اخر حاجة جاب اللمين بتاع تيكسي حيرانه تيكسي وبخرة جالكسي جابه في الاستوديو ها باعربية الاكزيس طبعا الموزيما في كوندار ياكم طبعا يجابه في حلوة داد بيأكل يقول له جبني جبني طبعا بانجيها كها دا الطوان بجيبه ويقول لي ابو يا الشيخ ياخدك عمرك 30 سنة تقول لي ابو يا الشيخ تتذلل لغير الله سبحانه وتعالى الجبهاجي ما مجرم دا ممكن يبقى لك اي حاجة يقول لك دعاء الى الله بجوز الشيخ يقول كون فيكون ايوه الشيخ الحيران تاني في حاجة ايه الشيخ بيقول لا لله اي عيمة شوء له لانه دار يأكل باسم الدين ولذلك دا المجايمة اكبر من اجرام من يشرب البنجو والذي لا اله غير داك صاح مجرمين وكده الواحد تلقاه طايا خارج الشبكة لكن في النهاية دا ضلالوا ما يزا يضلال داك اما هؤلاء المجرمين داك يشيروا منك عقابة ولذلك اخواننا نحن دعوتنا للناس هي ان يوحد الله سبحانه وتعالى ونحن نتحدث صوفية في كل مكان وفي كل بقعة وعلى كل قناة وعلى كل اذا قل تعالوا الى كرمة سوا بيننا وبينكم ان لا نابد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا نسمون وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين في انت احنا دارين معاكم نقاش علمي ونقاش يكون بالادلة ونقاش يكون بالخطب عشان الشعب السوداني يعرف حقيقة صوفية ان احنا دارين نحل المشاكل بتاعة عقابة تاعة الناس الناس لمشي قدام للا لناس يبروا كل شيخ البرع يعلم الناس على الذل لغير الله قال استاذك يا فجير كون عنده ذليل حجير له ادبعك الصغير لا تميل ابدا لغير يعني انت لو سماني ما تبقى مع مربي الغوم مربي الغوم شيخ نجي علي الخلف الاربعة اثنو عليه صديق وعمر عثمان وعلي وكذاب ساكن اثنو عليه وان في انت لكن قال لك شفت لو اثنو عليه الخلف الاربعة ده كلام البرع ده كلامي انا كتاب ليك سلام منه ونشره في جريد تدار كويس اي ربيك ايقول لك انا يا رجال الغيب انتم حصولنا فما زال مسبولا على الناس ستركم ايلحقني ضيم وانتم حمايتي والهث عدسانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا ان تضيع ريالكم وانتم شوف الكلام ده كيف كتاب رياض الجنة ونور الدجنة لعبدالرحيم محمد وديعا قال فحاشا وحاشا ان تضيع ريالكم وانتم عيان الله والامر امركم اذا شئتموا شاء الله وانكم تشاءون ما قد شاء لله ذركم يخوانا هذا الكلام بلغا من الكفر مبلغا عظيم لانه قال مشيئة الله بعد مشيئة الاولياء لانه جاب اذا ادت شرط انت ما بتفهم اللجنوب واحد يقول له لو ما في انتا كلام الشيخ الشيخ ده بنتي بعربي ولا سرياني في انتا بتكلم معه الدبرك مش بتكلم معانا بلغة عربية ايه قال اذا اذا دي ادت سرط والكتاب بتاع رياض الجنة كل اشعارها بالسوداني كلها باللغة العربية قال اذا شئتم شاء الله وانكم تشاءون ما قد شاء لله ذركم معنى الآيات الربنا سبحانه وتعالى قال فيها ها وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين في صورة التكوير ربنا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عدلهم عذابا عليما بعدين ربنا سبحانه وتعالى لما يحكم امر لا البرعي بينقضه ولا الكباشي بيفسده في امتى ولا الركاني ولا شيخ عمر اللمين بتاع الحنة ولا غيره ربنا سبحانه وتعالى قال والله يحكمه لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب شان كده ربنا قال قل من رب السماوات والله الآيات دي فيها تحدي الاولياء ده ما بصموا حاجة البرعي يقول لك الاولياء الشيخ اسمتتت مرته قالت له دائرة دائرة لي خادل شاء له طوب وفاس قطع شجرة على قدري قامت انسان عد وغطعه وشاء السبحة قال قال اسكار معينة فتحولت الشجرة الى انسان وخدمتها عاما ثم توفيت يقول لك رضي الله عنه ربنا قال في اخر صوت الحجم الصفحة الاخيرة فوق ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثلون فاستمعوا له الغلاء بتاعة الخضراء بتاعة حمد المنتصر عشان كلنا نربس نلبس مرجوحة ونشيل معانا يدريك فوقو سبع كيلو بتاع تحارب وفي متى ونجي نشتغل معاك سخلنا خلاة جيبوا الفتة اعمل لانا الكلام ده بتحدي من الله ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثلون فاستمعوا لهن ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ربنا يا احمد منتصر ما اقل لك اعمل بخيتة ولا اقل لك احيى عفاشة والدبكر في طبقات والضيفلة ولا احيى بنت الرئيس في متى لا ماذا يرتحي ناس ربنا اقل لك ضبانا الورطة بيقال ربنا اتحدان بالضبان لان الضبان كتير وحقير وصغير ربنا ما اتحدان بحاجة كبيرة ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اتتمعوا له في غناة الخبراتي جيبوا لنا مباشر الان الاجتماع الاول لصوفية السودان او صوفية العالم الطرق كلها جيبوا في متى ونحن كمان ممكن نأجر لكم الاستاذ لو الغنا ما اشارتكم والله نأجر لك عشان الاجتماع يشاركم ونأجر لك اي حاجة في متى نأجر لك عشان تجي تورينا ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ركز معي هنا ده ايات فواجة من رب العالمين سبحانه وتعالى خليك خليه ينكرك في متى ركز معي هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لن يخلقوا ذبابا الحمد لله ان احنا ربنا حانينا ربنا قال ان كل نفس لما عليها شنوه حافظ ما اتخاف ما اتلاوز يا زل قال لن يخلقوا ذبابا ولن ده جيبوا جيبهم كلهم الازرقات بتاعنا العنفون القراء الختمية بتاع الحنة كلهم جيبوا جيبوا منات الاستاذ ربنا سبحانه وتعالى قال لن ولن ده ده من ادوات نصب الفعل المدارع لن يخلقوا ده الفعل المدارع منصوب بلن بتاته يفيد الاستمرار لن يخلقوا ذبابا ولو اتنعوا له وين يسلُّهم الذبابا مش يخرجوا ضبانا 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 جاءت مفرج واحدة بس ربنا قال ضبانا دي لو اكلت من أكل ابوك الشيخ ابوك الشيخ تلقى هو كاعد كده والحوارين بحبوله فعلي في منه الضبانا دي موحدة كنت معارف الضبانا يحتحتف من أكل ابوك الشيخ وابوك الشيخ مخوف الحلة كلها الضبانا ما بتناوز من ابوك الشيخ تأكل منه وابطأ يقول له أبوك الشيخ عزيزني بتسلب سلب تعرف السلب؟ السلب ده النزل ده قوة ده عيات من ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقاب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز عشان كيف العيات دي دي من العيات الصوايق والعيات الواضحة التي بيّن الله عز وجل فيها التوحيد في القرآن وأنا أقدم أخونا الشيخ أبو بكر يواصل في هذه الآيات الماتعة من كتاب الله سبحانه وتعالى نعم أصدقوا في الباسورة بتاعنا هنا إلا آية وحديث متح مبتخش شعر ما بيخش إلا في آية هنا ولا حديث نحن بنتسلق معك لكن لو في أبو يا الشيخ طار ولا لك ما بتحيلك وين شغوا بكر ممتع؟ أبوك الشيخ والغير ده كل ما بينفعك ممتع؟ شغل 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 شغل